أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية للفارس خلال الـ 24 ساعة الماضية وقالت اللجنة أنها مسجلت حالة إصابة جديدة في محافظة مأرب وذلك بعد أربعة أيام لم يسجل خلالها أي حالات إصابة جديدة كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاءة اليوم الخامس على التوالي وأضافت اللجنة أنها سجلت حالتي شفاء في محافظة حضر موت ليبقى بذلك أجمالي الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا 2061 حالة منها 599 حالة وفاء و 1366 حالة تعافي أما عالميا فقد تجاوزت حالة الإصابة بفيروس كورونا 44 مليون وثمانمائة ألف حالة فيما بلغ عدد لفايات ما زيد عن مليون ومائة وثمانين ألف حالة وبلغت حالة تعافي أكثر من 32 مليون وثمانمائة ألف حالة تعافي وشفاء